موسيقى في ذكرها الثامنة لا تزال ثورة فبراير تثير الكثير من الجدل من الحاجة إليها إلى طبيعة مكوناتها وصولا إلى نتائجها أهلا بكم إلى فضاء حر مع بداية فبراير من كل عام ينقسم الرأي العام اليمني بين رافض معارض لثورة يراها كانت كارثة على البلاد وبين مؤيد يرى بأنها كانت الفرصة الوحيدة لليمنيين في الخلاص مما كان قائما وقتها يرى الرافضون أن ثورة فبراير كانت جريمة أو على أقل تقدير كانت نزوة جرت البلد إلى كارثة يتخبط بها اليمنيون في الوقت الراهن داخل هذا الفريق وجهة نظر لا تخاصم الثورة بالمطلق بل ترى أن طبيعة مكوناتها كانت تشير إلى هذه النهاية المأساوية فريق المؤيدين لا يتوقف عن التأكيد على ضرورة الثورة بوصفها مشروعا إنقاذيا للمضيب البلاد في طريق مخالف للطريق الذي كان يمضي بها نظام صالح يرفض هؤلاء تحمل الثورة مسؤولية كل المآلات القائمة الآن لأنها بنظرهم من صنع نظام الذي عاد لاحقا للانقلاب عليها وجر البلد للحرب والثورة المضادة في هذه الحلقة من فضاء حر نفتح النقاش مرة أخرى لنقف على أراء فريقين يجددان مواقفهما كل عام سيكون معنا من برلين الباحثة في التاريخ الدكتورة أروى الخطابي ومن عدن الناشط السياسي هاشم الأبارة أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطرح عليكم سؤال المشترك أبدأ معك سيد الأبارة بعد ثمانية أعوام على ثورة فبراير هل كانت الثورة حلا؟ أم أنها مثلت أزمة جرت البلد إلى كارثة أكبر مما كان فيها؟ مرحبا بك أستاذ العزيز ومرحبا بجميع مشاهدي قناة بالقيس وخصوص سؤالك نستطيع أن نقول أنه كانت الثورة فبراير طريقا كانت سيقود حقيقة إلى انتشار اليمن من الوضع القائم الذي كان في عهد علي عبدالله صالح وبالفعل فتحت هذه الثورة وفتح الجهد الشبابي وفتح التدفق الشعبي أفقا أمام اليمن لأن تغادر مربع الفشل وتنطلق نحو فضاءات رحبة من التوافق الوطني ومن الشراكة الحقيقية ومن إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد ومن إرساء لغة جديدة للتعاون بين اليمنيين وهي الحوار ولكن ما حدث انقلب لكن الانقلاب هو بشكل أساسي لم نقل قطع الطريق على الثورة ولكن نقلها إلى مستوى آخر وصعد المخاطر التي اضطرت بعدها الثورة لمواجهتها عن طريق الكفاح المسلح وعن طريق الاستفاف إلى جانب مؤسسة الدولة وإلى جانب الجمهورية وإلى جانب كرابة اليمنين وحريتهم طيب هل يعني البلد كانت في ضل نظام سياسي يقول كثيرون أنه حقق قدرا وهامشا جيدا من الديمقراطية هل كان الوضع العام يعني في ذلك الوقت يحتاج الثورة التي حصلت لا نستطيع الحديث حتى عن هامش ديمقراطي بعد ثلاثة وثلاثين سنة من التفرد في السلطة هذا الطرح غير منطقي يعني احنا نتحدث عن شخص عدلت دستور مرتين وكان يعد ويحضر لتعديل ثالث يتحدث عن التأبيد وكان يعمل في طريق موازي على تحضير السلطة أو تحضير نجله لاستلاب السلطة يعني حتى الهامش الديمقراطي الذي يتحدث عنه البعض لم يكن موجودا كنا فعليا نتحدث عن سلطة كانت ترتدي ثوب الجمهورية ولكن هي تحولها فعليا إلى نظام أسري عائلي كان يعد لتوارثة حتى الهامش الديمقراطي هنا غير موجود وبالتالي لم يكن لدى المجتمع من خيارات أخرى غير الدفاع عن قيم الجمهورية غير الدفاع عن جوهر الجمهورية غير الوقوف حائط صد أمام محاولات التأبيد والتوريث وأمام تلك الطريقة التي كانت تداربها السلطة الشبكات الأسرية علاقات شراكة رأس المال مع طبقة اجتماعية لكن أليس هذا حاصلا في كل دول العالم أستاذ هاشم تتحدث عن الديمقراطية في نهاية المطاف تعديل تستوري يمر عبر الصندوق الانتخابات التي تحدث كانت عبر صناديق كان هناك مراقبون دوليون يأتون إذا ما تحدثنا عن الصناديق باعتبار أن الديمقراطية هي رأي العامة الناس رأي الشعب بتعريفها كان هذا الأمر يحدث ربما هناك أمور أخرى لا تحدث لكن ديمقراطية كانت موجودة حين أنه يتم استخدام أدوات السلطة المال والإعلام والقرار والترهيب والترغيب لدفع الناس باتجاه صوت معين ليست ديمقراطية وأي دولة يحدث فيها هذا السلوك هي تصنف من الدولة الفاشلة وليس من الدولة التي تسجلنا تجارب ديمقراطية هل يمكن أن نقول الآن على الولايات المتحدة الأمريكية أنها دولة فاشلة باعتبار أن هناك أستاذ هاشم هل يمكن الحديث على أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة فاشلة باعتبار أن المال والسلطة وكل ما يخطر ببالك يستخدم تجاه إعطاء فوز مرشح معين في نهاية المطاف في هذه الانتخابات نحن نتحدث عن الدولة مؤسسة الدولة السيادية الجيش الأمن القضاء الإعلام الحكومي المال العام هل يستخدم بطريقة غير عادلة في الترويج الانتخابي هل يمكن أن نتحدث أنه إذا لم يقم أحد الأشخاص بدعم رئيس أمريكي لولاية ثانية هل سيتعرض هذا الأشخاص هل سيتعرض هذا مثلا الأشخاص إلى تعنيف أو إلى استبعاد سياسي أو إلى حرماء أو إلى أي شكل من أشكال التعصف نحن نتحدث عنه هنا هناك ما يحدث في أمريكا هناك أحزاب الأحزاب هذه تمتلك مؤسسات تمتلك حلفاء وهي تحرك أموالها وتحرك إمكاناتها يعني لتصنع بها تنافس ديمقراطي أين كان لكنه نحن نتحدث عن الدولة أين تقف الدولة من العملية الديمقراطية أين تقف الدولة يعني الذي هي حق مشترك لكل المواطنين أين تقف من العملية الديمقراطية كانت الدولة أو كان علي عبدالله صالح يستخدم الدولة أحد أدوات العملية الانتخابية له المال العام كان يستخدم بشكل كلي في تمويل الحملات الانتخابية الصالح المؤسسات العامة كانت تعمل كمنصات لدعم الحملات الانتخابية الصالح المؤسسة العسكرية كانت تتحرك يعني لتختار أو كانت تحرك لتختار يعني لتكون في صف علي عبدالله صالح في العملية الديمقراطية تالي يعني لا يمكن أن تقارن الديمقراطية الأمريكية بالديمقراطية بما كان يحدث في اليمن يعني أنا الآن أتساءل هذا الأمر لا يخطر يعني في بال ثلة من الناس بل يخطر في بال كثيرين ألم يكن هناك هامش موجود الآن يعني ما عاد موجودا هذا الأمر الآن لأن ما حدث أنه كان صالح يعني حينما كان يحرك كل أدوات الدولة وكل مؤسسات السيادية ومرافق الحكومة لدعم استمراره في السلطة حينما تعثر هذا الأمر بعد أن خرج المجتمع ليضع خيارات أخرى وأنتج معطيات جديدة صالح فيها ليس في السلطة اتجه صالح لتفجير الوضع عبر تحالفه مع الحوثيين ضد هذه المعطيات الجديدة وحينما لم يعد وحينما لم تعد الدولة من ضمن حينما لم تعد الدولة من ضمن الأدوات التي تعزز وجودها في السلطة خاب حرب عليها لم يأخذ حرب على الجيش خاب حرب على المرافق الحكومية خاب حرب على الرئاسة خاب حرب على الحكومة خاب حرب على الجميع لأنها لم تعد يعني إنها أنتجت معادلة أخرى لم تعد يعني لم تكن الدولة حينها قادرة على تثبيت صالح أو دعمه في السلطة طيب دعنا نشك معنا في ضغط الاجتماعي الذي حدث والثورة الجماهيرية طيب أتوجه الآن إلى ضيفتنا الأخرى التي تنضم لنا عبر الهاتف السيدة أروى أحمد السيدة أروى الخطابي الدكتورة أروى أطرح عليك السؤال المشترك ذاته الذي طرحته على ضيفي في بداية الحلقة الآخر هاشم الأبارة بعد ثمانية أعوام من يعني في الذكرى الثامنة لثورة فبراير هل كانت الثورة برأيك حلاً أم أنها مثلت أزمة في نهاية المطاف أوصلت البلاد إلى وضع أسوأ مما كانت فيه مرحبا بكم الثورة لا تأتي بين الليلة الوضوحة الثورة تؤدي لها شعوب تأعداداً كاملاً وتنضي في خطة طويلة وهي عملية بالإنجليزي سموة process يعني لا نصحى بالصباح ونقول نجتي ثورة صح أن اليمن عانت مخاب طويل وأصبحت تنصف في 2011 لأنها دولة فاشلة ولكن هذه الدولة الفاشلة كانت تحتاج الحماية أكثر من التسبب في انهيارها نحن كانت ثورة مثل القشة التي قسمت ظهر البعير هو كان الاقتصاد منهار كان النظام السياسي متآكل كان كل شيء في الدولة يوحي بأن الدولة آيلة للسقوط وما عملت الثورة هي أسقطت ما كان آيل للسقوط ولكن للأسف الشديد كان الإسقاط بطريقة عشوائية فوضوية لم تأخذ الثورة مداها ولم تعطى حق المبوج لم تنبج هي كانت عبارة عن صراع داخلي صراع بين أجنحة السلطة فمن بدأوا في الواقع كانوا شباب كانوا أبرياء كان لديهم حل ولكن هذا ولا الشباب لم يكن لديهم قيادة ولم يكن لديهم مشروع لذلك وجدت فيه القوى المتصارعة وأجنحة النظام القديم فرصتها للانقضاء على بعضها البعض هذا ما أوصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه يعني الآن أفهم منك طبعا عندما لا تمر الثورة بمراحل المبج لا تؤتي نتائج جيدة لا تؤدي إلى نتائج المرجوة كمن يقتص الثمر قبل أن تنبج فلا هي تركت على الأشجار لكي تنبج ولا هي التي استفاد منها الذي قطفها وبالتالي نحن أمام حالة لا هي بالثورة ولا هي بالانقلاب ولا لديها مشروع ولا انتهينا إلى فوضى وسقطت الدولة بأيدي طرف آخر لم يكن من بداية الثورة ضمنها هو الحوثي هذا النتيجة كانت حتمية لأن كان هناك صراع داخل النظام القديم وسبب التصدع لو كان النظام القديم استمر كتلة واحدة والشباب استطاعوا تأسيس كتلة شبابية لديها مشروع ولديها ما تقدمه كان ممكن يكون الوضع أفضل لكن كل ما حدث هو أن الدولة انهارت والثورة للأسف الشديد أنا أستطيع أن أقول أنها فشلت وأتمنى أن يكون فشل مرحلي وأن يستفيدوا منها الشباب ولكن لا أرى أن الثورة أيضا حتى الآن أفرزت قيادة شبابية إلى الآن الشباب تم إقصائه نحن أمام يعادة تدوير النظام القديم أسوأ ما كان في النظام القديم في الواقع حدث تدوير أسوأ ما هو في النظام القديم وتم إقصاء الشباب جميعا ولم يظهر أي قيادة شابة حتى الرئيس الوزراء الجديد إلى حتى الآن لم يستطيع أن يعمل شيء دا قيمة طيب أن أقول لك أستاذ هاشم هل تتفق مع ما طرحته دكتور أروا هو يعني لا يمكن أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه يوجد خيار آخر غير ما يعني حدث في 2011 لا يمكن أنه يعني فيما يخص نظام السياسي مثلا تحدثت الدكتورة وأنا أحييها بصراحة وأنا أحد المتابعين لها والمهتمين بما تكتب يعني هي تحدثت عن كل خصالة دولة الفاشلة ووصفتها بالدولة الأيلة للسقوط خرج المجتمع ليضع خيار آخر ينطلق من أولا شعور المجتمع بهذا الفشل ومحاولة تجاوزه أو محاولة صنع واقع يعطل هذا السقوط ويفتح فرصة لمستقبل ينتقل فيها الجميع بأمان إلى مرحلة جديدة يعني الحديث عن أن الشباب لا يمتركون مشروع هو حديث غير منصف أين مشروعهم؟ أستاذ هاشم من يملك من هي الجهة التي تأخذ مشروع الشباب الذين خرجوا في أول لحظات الثورة الآن ويبني عليه ويمكن أن يحمل أمالهم؟ هذا هو السؤال هذا السؤال أنا أريد منك الإجابة هل كنا نمتلك مشروع أولا؟ هل كنا نمتلك مشروع؟ هذا الأمر يعني من ناحية كنا نمتلك مشروع بالفعل كان الشباب المجموعة الشبابي هذا كان يمتلك مشروع وتحولت خيام الشباب إلى معامل لإنتاج الأفكار ومعامل لإنتاج الرؤى ومعامل لإنتاج المشاريع يعني وتم مناقشة كل شيء بأدقة تفاصيل وتم إخراج أكثر يعني مئات الدراسات التي ناقشت الوضع الاقتصادي السياسي الاجتماعي المرحلة التحول المرحلة الانتقالية المرحلة المستقبل الدستور العقد الدستوري الجديد الشراكة الوطنية طريقة حل المشاكل سواء ما يكون المشاكل الجنوبية القضية الجنوبية أو غيرها لكن هنا ما حدث بعدين أنه كان في أطراف سياسية هذه الأطراف السياسية كانت فاعلة بالثورة يعني عادة تشكيل سلطة كان الهدف منها أنها تكون رافعة مرحلة التحول في العملية الانتقالية وللأسف يعني نحن ندرك يعني وصول صالح السلطة ثلاثة عام عزز من وجود قيم معينة لم تكن هذا القيم أو لم يكن هذا الوعي السياسي قادر على استيعاب أحلام هؤلاء الشباب ولا طريقة تفكيرهم الجديدة ولا تلك المشاريع التي أعلنوا عنها والتي كانت تنطلق من مصلحة المجتمع وتنتمي إلى مصالح الشارع فأثر هذا بشكل أو بآخر على المرحلة الانتقالية التي كان يتربص بها الحوثي يتغذى من أخطائها ويستغل ثغراتها فكان يتغذى الحوثي من هذه الأخطاء إلى أن حدث الانفجار من إلى أن حدث الانفجار والزحف باتجاه صنعاء إلى أن نصل إلى ذروة الإسقاط في 21 سبتمبر لكنه بالمجمل نحن كشباب كنا نمترك مشروع على كافة الأسعدة والمشروع الذي كنا نمتركه اليوم هو الذي اليوم نقف يعني موقفنا اليوم هو امتداد لهذه المشروع زي ما كان موقف صالح مثلا مع الحوثي هو امتداد لمشروعه الذي كان يسعى لإجهاض الجمهورية الجمهورية الشعب وتحويلها إلى جمهورية الأسرة اليوم الموقف موقف قوى فبراير موقف شباب فبراير هو ينطلق من تلك الرؤى وتلك الأحلام وتلك المشاريع التي كانوا يصيغونها في الساحة مشاريع تصحيح الحراف الجمهورية مشاريع عادة يعني عادة صياغة النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وهذا بالمجمل ما يدافع عليه شباب فبراير اليوم يعني وهم اليوم ضمن الكتلة العريضة التي تقاتل للدفاع عن الدولة والدفاع عن أحلام المستقبل ومشاريع التي ترجمت بالأخير عبر مخرجات الإحوار الوطني ووثيقة الإحوار الوطني وشكل الدولة الجديد القائم على الشكل الفدرالي طيب هل يعني أسألك دكتور أروى هل يعني مثل وجود الحوثيين شكلا من أشكال الاختراق الذي ساهم بشكل أو بآخر في ما وصلت إليه البلد الآن بالتالي نعكس على نظرة الناس تجاه هذه الثورة أولا دعني أردت على الأخ هاشم وأنا أكون له كل احترام كل تقدير وأنا أعتبرهم من الشباب المناظرين يعني بالصدق في الثورة أولا لم يكن لديهم مشروع وهذا لازم يصارح نفسهم به والحوارات التي حصلت والإعتلافات التي بالعشرات والخيام التي فتحت هذه كانت مجرد مجابرة مقايل لم يكن لديهم مشروع مكتوب ومن كتب أهداف ثورة فبراير هم الأخ صالح السنباني وجماعة الإخوان المسلمين وهي أقل ما يقال عنها بأنها أهداف تاشلة ولم تأتي بخير ولم يكن فيها ما يؤدي إلى تأسيس دولة صدقوني أن أهداف ثورة 26 ستمبر الخالدة أفضل بكثير وأكثر إتقانا في الصياغة وفي المعنى من أهداف ثورة فبراير وبالتالي الشباب لم يكن لديهم أي مشروع وخرج هنا شباب أيضا في ألمانيا في البداية وخرجوا وكان هدفهم دائما أولا إسقاط النظام وبعدين فت هذا للفظة اليمنية أولا إسقاط النظام وبعدين كل شيء حيصلح هذا كان لا تعليم حتى يسكت لا مدارس لا تدريس حتى يسكت النظام الرئيس هذا كله كان مشروعهم لم يكن لديهم مشروع لتأسيس دولة حرة لم يكن لديهم مشروع لبناء جيش وطني لم يكن لديهم مشروع لتعليم علمي آدي لم يكن لديهم مشروع اقتصادي لم يكن لديهم شيء وما حصل هي المجابرات التي في المقايل هذه النقطة لازم يصارح نفسهم بها طيب سأعود إلى هذه النقطة بعد ذلك مع هاشم أسألك دكتورة أرجو أن تجيبي على سؤالي حاضر الآن نقطة الحوثي الحوثي أولا أنا سمعت أيضا من الحوثي أنه علي صالح كان ضد الجمهورية وكان يريد يسقط الجمهورية بالحوثي هذا ليس صحيح علي صالح ست حروب كان يتلعب فيها لأنه كان يريد أن يسقط علي محسن ليخلو الجو لابنه للتوريث وحصلت تلاعب في حرب الحوثي وكان الحوثي يستفيد من هذه الحوثي ولكن لم يكن في بال علي صالح أنه يسقط الجمهورية بالحوثي هذا في البداية هذا في البداية وحتى لما قتل كان علي صالح يراهن على ذكائه ولكنه قلطت الشاطر بألف عن العموم ثم الثورة أسقطت حيبة نفسها أسقطت الثورة حيبة الدولة عندما راحت تعتذر للحوثي وقاموا بتسليم مدينة صعدة للحوثي نكاية بعلي صالح وبالمؤتمر دخل الشوثي صعدة وأحرق الناس يعني نكاية بعلي صالح واستفاد للحوثي من كل مراحل الثورة وفي كل مراحل الثورة كان يتقدم يليلاً حتى وصل إلى صنعه وهم الذين للأسف الشديد كانوا السوثي يعني ما يريد ويعرف ما يريد وكانوا يذهبوا إليه يعني وفود حكومية وفود من الثورة من الشباب ومن رجال الدولة القدامى ومن رجال الثورة كانوا يذهبوا بالطيارة إلى السوثي لتفاوضوا معه وأدخلوها الساحة وكانوا يذهبون معه في المظاهرات وبعد أن دخل الساحة استطاع أن يهيمن عليها ويهيمن على جزء منها وثم ذهبوا إلى مجلس الوزراء وهناك اعتقفوا أمام مجلس الوزراء لكن دكتورة ألا يمكن اعتبار يعني هناك الكثير من شباب الثورة بمن يقولون أن هذا هو إنجاز للثورة فعلياً إدخال الحوثيين تلك الجماعة المسلحة المعزولة إدخالها إلى الساحة بدون سلاح كان الكل يلتزم في الساحة أن لا يدخل مسلحاً هذا كان إنجازاً بالنسبة لهم هذا عالي عن الصحة جملة وتفصيلاً الحوثي كان يدخل أفراده إلى الساحة بدون سلاح ولكن يدخلهم إلى البيوت واقترضت بيوت صنعاء بالأسلحة أثناء الثورة وكانت بيوت صنعاء مليئة بالأسلحة وخاصة الآائلات الموالية للحوثي وكانت الثورة هي عبارة عن المستاح السحري للحوثيين ولجماعاتهم المرتبطة بهم لدخول اليمن أول شيء الجماعات الجنبية الجماعات التي هي من إيران والجماعات اللبنانية كانت البلد مفتوحة كانت على مساعدها دكتورة أروى هل مهمة شباب الثورة في ذلك الوقت كانت أن يمنعوا العناصر الخارجية من الدخول إلى البلاد وأن يمنعوا أن تتحدثين عن أشياء تطلبها دول إمكانات دول وليس شباب ثورة أنا لا أتحدث فقط لأن شباب الثورة لم يعودوا شباب ثورة من بعد 18 نحن نتحدث أيام الثورة الآن أيام الثورة طالت أكثر من لحد ما بدأوا في المفاوضات ولكن من بعد 18 مارس وجمعة الكرامة الثورة تحولت وتغيرت وأصبح هناك جيش منقسم وأصبح هناك انقسام لكل المنظومة السياسية التي كانت أطلا هي منظومة حاكمة وبالتالي أصبحه بلا حول ولا قوة وأصبحه يعني مهمشين النساء تم حجزهم في أماكن بين الأخشاب الشباب النساء تم ضربهم ثم تم تهميشهم المنصات التي كانت مخالفة للجماعة التي كانت مسيطرة على الساحة أصبحت بلا أي قيمة حدث صراع مريض بين الشباب أنفسهم لأنهم لم يكنوا يمتلكوا مشروع وليس لديهم أي طاقة تحميهم وبالتالي نحن لا نحمل الشباب لوحدهم الشباب كانوا أبرياء وأنا أقر وأعترف أنهم الشباب كانوا أبرياء مشكلة الشباب أنهم لم يكنوا يستطيعوا التغلب على القوة المسيطرة القوة التي تمتلك المال القوة التي تمتلك المال هي التي تمتلك القوة والتي تمتلك القوة وبالتالي من مول الساحات لم يكنوا الشباب الشباب كانوا يأكلوا الفول ويأكلوا الرز والتي كان يقدمها القوة التي تتفارع مع النظام وهي الطرف من أطراف النظام وبالتالي إحنا أمام تحتاج إلى دراسة تحتاج إلى دراسة وتحليل دقيق وتحتاج إلى وثائق وهذا الأمر الذي ينطب الباحثين بطبيعة الحال القيام أعود إلى الأستاذ هاشم أستاذ هاشم سمعت كلام الدكتورة أروى كيف ترد عليه وبشكل وبآخر أنا أسف إذا هذه النظراء الغير منصفة للشباب إظهار الشباب سذج إظهار هذا الجيل العظيم الذي قاد هذا التحول باعتبار أنه ساذج أو باعتبار أنه كان مأسور لقليل من الفول وقليل من الخبز وأنه غير لم يكن يملك قرارة ولم يكن يملك مشروع وكل تلك وكل هذا التسطيح وعلى أعتذر عن هذه الكلمة يعني لتوصيف هذا العنفوان الشبابي الذي خرج من الجامعات والتأم يعني الذي قادتها الجامعة من جامعة صنعاء إلى جامعة تعز إلى جامعة عدن يعني طلاب وأكاديميين وأيضاً أسندته نقابات عمالية نقابات الصحفيين المحامين الأطباء المهندسين يعني كل هذا كالحراك الشعبي وكل هذا يعني هذا كالحراك الشعبي الذي كان الذي حدث أصلاً بناءً على قراءة واقعية للمشكلة اليمني بناءً على يعني تشخيص حقيقي للوضع في اليمن يعني الذي توصلوا من خلاله إلى أنه لم يعد هناك خيار مع علي عبدالله صالح إلا الضغط الجماهيري الذي حددوا له بشكل أساسي الضغط الجماهيري السلمي نتيجةً عن معرفتهم بالوضع الاجتماعي بالوضع القبلي الذي وإيضاً حالة الدولة التي لا تحتمل صراع مسلح وبالتالي تحملوا قدراً وحشياً من القصوى وقدراً وحشياً من الانتهاكات يعني متمسكين بفكرة لا عنف يعني من إدراكهم أن الدولة لا تحتمل صراع مسلح طيب يعني أستاذ هاشم لم أفهمي يعني 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 يفهم كلام الدكتورة أنها ترى الشباب يعني في نهاية المطاف ما حصل كان الشباب في ضحية إلى حد ما إذا كان فهمي صحيحاً والدكتور يمكن أن تصحح فهمي هل تراهم أنهم كانوا متسببين بأثر على البلد هل أخطأوا في حق البلد أولاً هم ليسوا هم كانوا عندهم أمل عندهم طموح ولا من حقهم في كل الشعوب الفئة الحاملة التغيير ومشفئة الشباب الفئة التي لديها تطلع التي عندها الإمكانيات المعرفية التي أصبحت في الجامعات التي أصبح لديها توق للحرية أصبح لديها أمل في نظام جديد يحمل تطلعاتها ويبني دولة مؤسسات هذه قدر كل الشعوب وكل الشعوب الحية وأنا أحيي الشباب ولكن للأسف الشديد وأنا أقولها بكل حزن لم يكن أولاً لا يقع التاريخ معظمهم لا يعرف التاريخ ومن لا يعرف التاريخ يكرر الأخطاء يكرر الأخطاء الفادحة لذلك هذه من نقاط العجل الشباب لم يكن يعرفوا تاريخهم ولا تاريخ ثورة 26 نبر ولطف الشياطة التي أزلقت فيها هذه كانت من أعظم ثورات العالم بأسره وأنا كمتخصص أعتبر هذه من أعظم ثورات الدنيا بأسرها على العموم هم كانوا عندهم طموح لكن الذي أخطأ والذي أجرم والذي ارتكب الخطيئة الكبرى هي القوة السياسية الفاعلة والتي تمتلك الإمكانيات المادية وتمتلك السلاح وتمتلك القبيلة وتمتلك الدكتورة أروى ألا يمكن الحديث يعني هذا الكلام كثير ما يقال عليه وكثير ما يتهم من يطرح على أنه كلام مثالي أنه تنظيرات على الشباب الذين كما يقول كثيرون أنهم فعليا أبدوا فهما كبيرا للواقع أبدوا فهما كبيرا للمتغيرات السياسية وعملوا وثقا للمتاح بشكل كبير في نهاية المطاف أولا هم لم يكونوا على قلب الرجل الواحد لازم تعرف هذا الشيء وهل هناك ثورة شعبية على قلب رجل واحد شوف الثورة التي بلا قيادة مثل البيت الذي بلا أبواب يعني وكالة من غير بواب وهؤلاء لم يعينوا قيادة شابة منهم وكانت القوة السياسية هي مستفيدة من هذا الشيء لأنها كانت تقول ها أنتوا شباب إحنا منتظرين يعني إحنا هنسلمكم فيما بعد القيادة وهذه كانت من الأخطاء وحتى في الثورات الكبيرة مثل الثورة الفرنسية والثورات الأخرى كان هناك قيادة كان هناك قيادة هي التي تحاسب وتعالي وهي التي يأمنوط بها يعني الأوامر وهي هم لم يكن لديهم قيادة لا قيادة موحدة ولا قيادة جماعية هم تركوا يعني هم ساروا في المظاهرات وهم ضحوا بأعز الدماء وأغلاها وهم يعني كان لديهم طموح ولكن ليس لديهم قيادة طيب أنقل هذا الكلام أنقل هذا الكلام أنقل هذا الكلام إلى هاشم أنقل إليك هذا الكلام أنقل إليك أيضا مسألة ما كان يحدث يعني هناك نقطة ربما لم ترد علي أو لم تتطرق لها مسألة الحوثيين كذلك هل فعلا يعني كان هناك دور أكبر يجب عليكم تجاه الحوثيين في تلك الفترة كيف كيف دخل الحوثيون كيف يعني كيف خداعكم الحوثيون إذا صح هذا الكلام أتفق مع الدكتورة بهذه الجزئية بشكل كبير جدا أي جزئية ولكني يعني يجب أن نتحدث عن السبب الجزئية أنه كان يجب على الشباب أن يكونوا أن يكونوا أكثر حدية أزاء الحوثي يعني كان أو بالأصح ما كان يجب لأن يكون الحوثي ما كان يجب أن يسمح لأن يكون الحوثي جزءا من التحول أو جزءا من الجماهير في 2011 أستاذ هاشم هل تملك ثورة شعبية هل يملك من يقوم بثورة شعبية الخيار في تلك اللحظة يعني إذا سأكمل لك النقطة يعني يجب لك على هذا السؤال إذا كان للأسف أنه النظام التعليمي في البلد لم يكن ليضع الصورة كاملة لذا عموم المجتمع اليمني كما قالت الدكتورة يعني بحقيقة ما حدث في 1962 وتفاصيل الأحداث وطبيعة النظام الإمامي وطبيعة وطريقة عودة الحال الإمامية وطريقة تمظهرها وتموضعها لو كان التعليم الحكومي يمنح المجتمع هذه الصورة لكنا قادرين على أن نحدد طبيعة الحركة الحوثية ولأن نتخذ منها موقف لكن للأسف يعني للأسف لم نكن لنملك الصورة الحقيقية عن الحركة الحوثية بالشكل الذي يسمح لنا لأن نتخذ ضدها موقف وفقا لهذه كالاعتبارات يعني استغل الحوثيون الرغبة الشبابية في تحقيق أقصى حالات الإجماع الشعبي يعني المختلف المكونات المختلف الفئات المختلف القوى يعني لتحقيق حجد سياسي واسع ضد عبدالله صالح طيب أعود إليك دكتورة أروى من ضمن الاعتراضات التي تقدم على الثورة وقد أوردت جزءا منها مسألة أنها كانت مختطفة من البداية من قبل قوى لا تختلف عن نظام صالح لكن الواقع يقول أنها يعني كما يقول كثيرون ليس هناك ثورة تحدد أو تختار من يقوم فيها ليس هناك ثورة شعبية تختار وتنتقي من يقوم فيها هي ثورة الجميع لديه خيار مشاركة فيها تفتح الباب للجميع وليست لديها خاصية قبول أو رفض من تشاء في هذا السياق هذا منطقة ثورات الشعبية هذا الأمر يختلف بشكل كبير عن الانقلابات يختلف بشكل كبير عن يعني عن أي مسألة أزمة سياسية معينة هذا في نهاية المطاف ثورة شعبية حتى مصطلح ثورة شعبية على فتر هذا مصطلح جديد جاء مع الربيع العربي دائما الثورة هي ثورة بدون شعبية بدون عامية هي ثورة الناس تثور وعادة ما يتيت ثورات عن طريق الجيش مصطلح ثورات في العالم دكتورة هناك انقلاب وهناك ثورة هناك انقلاب وهناك ثورة وهناك أيضا توصيف شعبية أن يقوم بها الشعب كله أنها كانت مجالا مفتوحا للكل هي ثورة شبابية شعبية سلمية أيضا تعريف الثورة هي يعني هي التغيير الجذري لكل شيء في النظام هذا أولا هذا تعريف الثورة الحقيقة في كل القواميس اللغوية تعريف الانقلاب هي مجموعة منظبات يقوموا بانقلاب على النظام القائم هذا تعريف الانقلاب الثورة 16 ستمبر هي انقلاب وكان بها مجموعة بسيطة جدا من الجيش واسمع ثورة ويواصفها الحوثي الحوثي يواصفها بأنها انقلاب وهنا شوف يعني المصيبة نتكلم الآن عن فبراير عن فبراير فبراير يعني أنت الآن نخبصني في السؤال ولكن فبراير مهما كانت الثورة شعبية دائما هناك أولويات أي ثورة في أولويات وفي سلم مهمات وفي لم يقوم من أولويات الثورة هي استجلاب الحوثي للدولة مضلقا هذا كان يفترض أنه يكون إذا كان عنده منية فعلا أنهم يبنوا دولة وأنهم يلغوا نظام أول شيء كان أنه يحدد ما هي الأشياء المهمة للنظام الجديد وما هي الأشياء الخطيرة التي على النظام الجديد ومعظمه مشترك في حرب الحوثي لم يكن علي مش سنع يعني لا يعرف الحوثي كان يعرف أنه حاربوا بنفسه وكان يعرف أنه لديه مشروع إمامي لم يكنوا يجهلوا ذلك أنا أرد أيضا على الأخرى دكتورة من فتح المعسكرات ومن أدخل الحوثي لهذه المناطق ليس الثورة الشعبية دكتورة لكن من قبل بهم بشكل سلمي وأدخلهم بشكل سلمي هي الثورة في صنع هناك فارق كبير من أدخلهم الصراع السياسي بين أقطاب لم يدخلهم الثوار لم يدخلهم الشباب أدخلهم الأحزاب أدخلتهم الأحزاب السياسية الشباب بريئين أنا أبرع أي أحزاب سياسية التي فتحت معسكرات البلد للحوثيين أنا أقول لك معسكرات البلد هذه حتى قبل أن يأتي الحوثي كانت تتعرض لهجمات بعض الجماعات ودخلوا وقتلوا قوات في معسكر الصمع وكان يفترض تحييد ما دام ونحن في تورا سلمية تحييد جميع العمال الأسكرية بما في ذلك الهجوم على المؤسكرات مهما كانت هذه معسكرات الدولة ثم أيضا التشنيع تم التشنيع تم التشنيع على الجيش بأنه جيش العائلة وأنه جيش البيادة وبالتالي هذا كله أعطى الحوثي مساحة كبيرة للعب لاحب الحوثي صراحة أنه الثورة كانت بالنسبة له نعمة من نعم الله لأنها فتحت له الدولة على مصرعها وكان معكم في الثورة وكانوا يتحاربوا في الجوف وكانوا يتحاربوا في الدماج ثم أسقطوا عمران وفي كل مرة يذهبوا يتفاوضوا معه وفي كل مرة يذهب اللجان تتحدثين ما قبل وما بعد أنقل هذه الجزئيات التي تحدثين فيها دكتور أروى إليك هاشم سيد الأبارة هل تتفق؟ هل نقاط ما تطرحه دكتور أروى تتفق معاملة؟ هو يعني كما تحدثنا أنه بخصوص الحوثي نحن نطابق في أن الحوثي يعني كانت الثورة كانت الثورة أو مشاركته في الثورة هي مفتاح سعري لاختراك مساحات وفضاءات وواسعة أستغلها يعني ضمن مشروعه لإسقاط الدولة فيما يخص الأطراف السياسية التي كانت فاعلة بالثورة يعني أو التي كانت جزء من قوى الثورة لا شك أنه طبيعة تشكلها ويعني وطريقة ووعيها السياسي يعني عاقها عن استيعاب المرحلة وطبيعة المرحلة وغاية أهداف الثورة فيما يخص فيما يخص النوع الثورة لم يكن لها قيادة الثورة لم يكن لها يعني يعني يجب فهم طبيعة أحداث الربيع العربي بالمجمل طبيعة أحداث الربيع العربي لم تأتي للطالب بشكل بأنظمة يعني بنظام جديد يكون يعني نقيض النظام قائم بمعنى أنها يعني ثورات الستينات كانت تطالب بأنظمة جمهورية بديلة لأنظمة ملكية ثورات الربيع العربي أو أحداث الربيع العربي كانت تطالب بأن يعاد الاعتبار لأنظمة الجمهورية ويعاد صياغته بما يحقق بالفعل غايتها باعتبارها جمهورية الشعب تحقق مصالح المجتمع تدافع عن مصالح العامة تنتج حلول على مستوى السياسة والاقتصاد تنتج حلول على مستوى التنمية تستطيع أن تستوعب الإمكانات والإمكانات المجتمعية وتدير المصالح بطريقة عادلة لا تنتج استئثار ولا تفرد ولا تستخف بالعملية الديمقراطية أو تزورها أو تعبث فيها وبالتالي كان عبارة عن موقف اجتماعي واسع تشاركت فيه تشارك فيه يعني مجموعة يعني مجموعة الشعب الذي كانت سياسات النظام يعني تنتج له أو تصدر له كل الأمور السيئة مثلا يرتفع لديها البطالة يرتفع لديها الجهل يرتفع لديها تدنى لديها الخدمات لا يستطيع الحصول على تأمين صحي لا يستطيع الحصول على تعليم جيد وتشترك فيه قواء سياسية تشكلت وظلت لعقود تناظل من أجل فرصة التدوير السياسي للسلطة فرصة التدوير السلمي للسلطة ولم يحصل لديها فرصة بسبب تفرد هذا العصبة التي وصلت إلى السلطة في يوم ما وصاغت تركيبة السلطة والدولة على مقاسها وتشاركت فيه أيضا قواء اجتماعية وقواء عمالية ونقابات كل هذه القواء كانت يعني كان يجمعها أنه النظام السياسي بتفرده كان يعني يتغذى على حرمان كل هذه الطبقات على يعني مستويات مختلفة يعني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا حتى أنه تم تشكيل طبقة اقتصادية لطالما يعني كانت تعمل بشكل أو بآخر على يعني على ضرب مراكز اقتصادية أخرى وعلى ضرب أسر تجارية أخرى مستفيدة من قربها بالسلطة وبالتالي هذا الموقف وكان موقف شعبي واسع يتحدث عن ضرورة إصلاح هذا النظام السياسي ضرورة أول حاجة يعني إزاحة هذه السلطة القائمة باعتبارها أنها معيقة للإصلاحات وغير قادرة على الدفع باتجاه الإصلاحات ولديها أصد مصلحة من عدم وجود إصلاحات وبالتالي الشروع في مرحلة انتقالية لسلطة قادرة على أن تستوعب هذا الموقف الاجتماعي وتصيغ من خلاله معادلات تحقق رضا الشعبي وتتحقق هناك الكثيرون الآن سيدها شكرا هناك الكثيرون الآن من يتحدثون على أن الثورة هي سبب ما يحدث الآن كيف ترد على ذلك للأسف من يتحدثون على أن الثورة هي من تحدث الآن هم الذين بالغالب كانوا يتخذوا في 2011 موقف ضد الثورة بمعنى أنهم كانوا يحتشدوا ضمن خيار سياسي واضح وهو دعم السلطة بشكل قطعي وللأسف من كانوا يتبنون خيار دعم السلطة من كانوا يتبنون خيار دعم السلطة لم تكن لتتفق أنت وهم أصلا على معايير التقييم يعني أنت كمجتمع كنت تنطلق من خلال نقدك للسلطة من خلال منظومة قيمية يعني معينة وهم كانوا يسندوا السلطة هذه غير آبه إلا المنظومة القيمية التي أنت اتخذها مثلا الحديث على الفساد بالنسبة للمجتمع كان الفساد واحدة من الخطايا التي أنتجت فشل على مستويات عديدة على مستوى الإدارة على مستوى الاقتصاد على مستوى النتائج الاجتماعية على مستوى النتائج الاقتصادية بينما من كانوا يقضون ضد الثورة لم يكن لديهم موقف من الفساد بمعنى أنه حينما تحدثهم على أن السلطة القائمة فاسدة تركيبتها فاسدة تدعم الفساد تغذي الفساد يعني ممكن لديهم طاقة على أن يتصالحوا مع أن يحكمهم رئيس فاسد أو تحكمهم حكومة فاسدة حينما تحدث لديهم أنه السلطة القائمة تحاول على إفراغ الجمهورية من مضامينها وتأسيس حكم أسري وهذا لا يصح في بلد أسس قبل ستين عام جمهورية لا يصح في بلد ضحى من أجل الجمهورية بجماعة غالية ورؤوس عظيمة ونضال قوي لا يصح أنه بينما من كانوا يقفون من علي عبدالله صالح كانوا متصالحين مع فكرة أن علي عبدالله صالح ويؤبد في السلطة كان متصالحين مع فكرة أن علي عبدالله صالح سيد الأبارة طبيعة الجدل لن يتوقف بهذا الخصوص على الأقل فيما نشهده الآن أشكرك جزيلا شكر سيد هاشم الأبارة نشط السياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية وكذا الدكتور أروى الخطابي الباحثة في التاريخ شكرا جزيلا لكم على تواجدكم معنا اليوم في هذه الحلقة شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاط في أمانيك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا